وصلنا مرة تانية بعد الاستراحة لفقرتنا التبية وطبعا فترة الحمل بتكون من أسعد الفترات اللي بتمر على كل سيدة وأوقات كتير بيكون عندها أكيد ألأ وتخوف إن لا قدر الله حيبقى فيه أي مشكلة ممكن تكون عندها عشان كده إحنا النهاردة هنتكلم عن أشهر الشكاوة اللي بيعاني منها كثير من السيدات الحوامل هي ألم المفاصل والعظام واللي بيصاحبها طبعا تيبس شديد في العضلات ويمكن كمان بتستمر عند البعض طول فترة الحمل وبعد كمان الولادة هنعرف أكتر كيفية الوقاية من ألم المفاصل والعظام عند السيدات أثناء فترة الحمل مع ضيفي لمشرفني ونورني النهاردة في الستوديو دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما أهلا بك يا دكتور أهلا شفاء عظيمة زيك عودا حميدا من الصعيد وتحية لكل أهل الصعيد الله أعز أولك على حاجة أنا سفيرة الجمعة رجعت الثلاثين كنت أحريسي نرجع علشان أنا ببقى من أسعد أواتي لبقودي محرق مع السيدات المشاهدين يوم الثلاث الله يسعد قلبك أتخذ الفقر تأكد بقت سابت يوم الثلاث كده أيها فعلا نحن نكون منضيف حاجة للسيدات المشاهدين حاجة تفيدهم إن شاء الله أكيد إن شاء الله شكرا يا دكتور لوجودك معنا طبعا الفترة دي فترة دايما السيدة أول ما بتعرف يعني إنها حامل بتبدأ إيه بقى عندها شوية تخوفات نبدأ بقى نشخد شوية احتياطات وشوية فيتامينات ولكن فيه فعلا بعض الناس ودي إحنا لمسناها بس إحنا لمسناها في جيلنا أكتر ممكن يكون وهي بنت كان عندها مشاكل في العظم بالفاعل وبتشتكي من ألام في العظم أو في ظهرها أو في مفاصلها أو ما إلى ذلك وبتزيد معها طول فترة الحمل فعايزين بقى نتكلم عن الفترة دي يعني إيه باستفادة كده مع حضرتك وتقول لنا الصح بقى نعمل بصحك فترة الحمل بيقسموها لتلات مراحل كويس بسموها الفيرست ترايماستر والسكن ترايماستر والفيرست ترايماستر تمام يعني إيه من شهر الأول الشهر التالت دي بسموها الفيرست ترايماستر دي لا ينصح إن الست الحمل تاخد فيها حجي خالص تمام يعني أي لما بتستحمل قلم شوية ما منخشش لا بأي مكمل غذائي ولا بأي دوا بعد الفرستريمر السكند والتراي ممكن تأخذ حاجات ولكن تحت إشراف الطبيب يبقى دي مبدأ احنا نشغالين عليه ولتفتكر احنا الحلقة اللي فاتكوا نتكلم عن مكمل غذائي احنا عايزين مكمل غذائي نديه كحاجة وقائية مش حاجة علي جاية يعني نفسي نوصل لمدرسة أو عندنا الكونسبت أو الفكر اننا النهاردة من ساعة الجنين وهو ببطنهم وانا بربيه او بنشوق ناشى صح حاجة لحظة من الشهر الرابع اللي هي بدخلنا في السكندراي مصدر هتلاقي ان اكتر الام بتزيد عند الست الحامل بتلاقي الام العضم وممكن تلاقي عندها الام في السنين ليه؟ لان هو هنا بتاد الجنين يتكون والعضم بتاعه يتكون وحنا اتفقنا قبل كده وقلنا ان العضم اساسه يتكون من الكلسا هو المصدر الاساسي الكلسام بتاعه بياخده من مين؟ من مامتو من مامتو صحيح فلو الكلسام عنده مامتو فيه مشكلة هي هتعاني من هذي وهو هيعاني بعد كده وقتولي ايه؟ احنا واحنا بنت كنت ممكن تشتكر من الام العضم هي بشكل عضم السببين لان هي امامتها ماخدتش الكلسام الكافي وهي ماخدتش الكلسام الكافي على مدار عمرها عشان كده الكلسام ده حاجة تراكمية مش حاجة اوه ما يجد النهاردة وايوة لا لا خالص يعني من النشأة زمان كان يجي حتى في اغاني الاطفال لازم تشرب اللبن ايوة صحيح لان هو اللبن 90% من مصدر الكلسام هي المنتجات الالبان ايوة صحيح فلازم تشرب اللبن بتاعك شان تكون عنه بتاعك بالصورة صحيحة علشان لما تيجي بقى لما تتوصل في مراحل الكبر والبناتب وحامل هتلاقي عندها الالام بتقل شوية عندها مخزون كافي بقى يقدر يساعدها على تقاطي المرحلة دي مخزون كافي انما المخزون ده لو مش عندها ايه اللي هيحصل هتتعب هتتعب وخلي بالك من احنا بتتكلم على كالسام قلنا هو يجي المرحلة اللي قبل الكالسام هو فيتاميندال صحيح حسن بيساعد على امتصاصه هو هو اللي بيمتص الكالسام عشان كده احنا لما بيجي نتكلم على كورس الأظام الأظام بتاعنا النهاردة للحوامل احنا ببنوه لا خلي بقى ده احنا عايزينك تغديه قبل ما تبقي حامل وعلى فكرة هو برضو الدكتور المعالج او اللي بيتابع الحالة بيديها كلسام على فكرة من الشهر الرابع ايوه وده احنا عندنا الحل وساعات بيديها فيتاميندال وبرضو احنا عندنا الحل تمام خلينا نتكلم بقى على كورس بتاعنا النهاردة اه تفقنا ان بيفرض الهرمونات بيبصل عندها خليف الهرمونات فامتصاص الكالسام بيقل ايوه علشان كده تلاقي عشاشة العظام في السيدات اكتر من الرجال ايوه صح فترة الحمل وفترة الدورة الشهرية دول كلهم بيأسروا في موضوع الامتصاص الكالسام اللي هو الاساس في بناء العضل تمام بالضافة لعوامل التاني اللي هو فيتاميندال ان احنا نتردش للشمس بصورة كافية فبالتالي ما عندناش فيتاميندال كفاية فبالتالي ما ندرش ناخده مصدر خريجي عشان يمتص الكالس عشان يمتص احنا حللنا القصة دي كلها بالكرس الاظرم بتاعنا اللي هو اول حاجة عندنا الاساس اللي ببيننا عليه اللي هو الفيتاميندال بتاعنا اللي هو الفيتابيكس وزي ما نظهر على الشاشة دلوقتي الفيتابيكس هو شركة بيكس فارم نزلها بتركيز 2000 واحدة دولية لماذا بتركيز 2001 دولية لاني احتاجات الجسم في اليوم من 2000 إلى 4000 كويس خليل باجي حالات لازم حد قدنا كويس مساعد عشان كده منقول من اول ما تقدر تبلع خد قرس فيتابيكس كويس عشان لما توصل في حياتة مرحل كبر والحمل ما يبقى عندك مشكلة لان احنا اتفقنا الكالسي مرتبط ارتباط وصيق بفيتاميندال يبقى انا حلت لك المشكلة بتاعت فيتاميندال من الصغر من اول ما بتجد تبلع بتديك قرس واحد من المكمل الغذائي بتاعنا اللي هو ده فيتابيكس لو انت مش بتشتكي لو بتشتكي من الاعراض لان بساعات بتشتكي على فكرة من الاعراض وهي زغيرة صحيح تلاقي عندها قرق في النوم تلاقي عندها تسقط في الشعر تلاقي حتى ضوفرها بتتقصب بسرعة بيصر فيها حاجات بيضة كل ده خلي بالك ده مؤشر ان انت عندك ناقصب فيتاميندال يبقى深 حين تاخد فيتابيكس ان تاخده هنا كعلاجي والتحليل بتاعه وزمت فالتحليل بتاعه تمسك التحليل بتروح تنعمل والتحليل البيتاميندال من 30 إلى 40 يبقى احنا كده شغالين فالنر been normal إلى الأقل من 30 يبقى انت عندك ناقصب فيتاميندال يبقى محتاجين دعم عن طريق فيتابيكس تمام فانا إن الكالسام هو الأساس في تكوين العظم. وشكده دخلنا بالمكمل الغذائي الثاني بتاعنا. اللي هو الستيزيت بيكس. الكالسام على فكرة زي ما اتفقنا. إن السيدات في الغالب في أصنافات الحامل الدكتور بيوصف لها كالسام. مظبوط. فإحنا النهاردة بنقدم لك الكالسام في صورة مكمل الغذائي. هو موجود على الشاشة. ومحطوط في صورة كالسام ساتريت. لأنه. فرق إيباده. خلي بالك حضريك. هو موجود في الصور محطوط في صورة كالسام كربونيت. كالسام كربونيت ده مشكلته. معظم الناس اللي بتاخد الكالسام كربونيت بيبقى عندها ألم في الماء. يقول لك عندي أرصف معدي. أيوة صح. وسأشعر بالقيق. أنا عمري ما باخده إلا ولازم معا حاجة تبطن. مع الكالسام ساتريت اللي هو سيدة بيكس. مش هتبقى فيه المشكلة دي. وخاصة وإن الستيزة الحامل هي بيعتعاني أصلا. أصلا لوحدها أساسا تعبانا. فأنا مش عايزة ديها حاجة كمان تساعد. صحيح. فالكالسام ساتريت ده ما بيأثرش ولا بيتأثر بالماد. كويس. وعشان كده تلاقي في الأمريكا والأوروبين بيتاخد بعد سلل 40 كحاجة استراتيجي كده. بروتوكول. بروتوكول للحماية. أيوة. بس بيدوء بقى في صورة الكالسام ساتريت. أوكي. اللي هو عندنا إحنا. اللي هو إحنا. سيدة بيكس. كويس. يبا إحنا النهاردة حليت لك مشكلة فيتامين دال. وعندنا المشكلة الثانية اللي هي مشكلة الكالسام. طبعا. ولكن المقدمة حقيقة مقدمة شاملة وكافية. حقيقة أثرت نقط فيها كتير. أيوة. لو تفتكر إحنا كنا في حلقات كنا بنقول الجسم الإنسان من ضمن مركباته أو مكوناته اللي هو العضل. أيوة. واتفقنا إن التقاء أي عدمتين ببعض دول بيسمهم المفصل. حقيقة قلت في المقدمة تحريك إن السيدات الحمل بتعاني من التحابات في المفصل. وده طبعا ده شيء طبيعي. لقد لها عندها التحابات أو ألم في مفصل الحوض. عندها ألم في مفصل الرجبة. الرجب كمان يا دو. لأن الحمل بيزيد. كل ما بتتقدم في الحمل كل ما رجلها بتبقى مش قادرة. لساعد فيه ناس بتلبس مقاسات أكبر في الشوز عشان بتبقى رجليها كمان ورمت وتورامت. أيوة. كل ده لود على المفصل. عندها التحابات مفصل الورج. أيوة. لأن كل ده يزود على المفصل. بس برضو. لو هي بتنشأ ناشئة صح. وبتاخد الحاجات الصح. هتلاقي الألم عندها بتقل بمسبة كبيرة جدا. بتقنن منها صح. وعلى فكرة بيقصة ما همتشيش بالألم. حتى في السيد بأنها كنت جامل السيد. تقول الجسيت كب تقولوا تقوم تاني يوم الصبح في الغد. هي هي بتاخد بالفطرة وبالطبيعة بتاخد حاجات صح. ترد للشمس صح بتشغل أمان كتير. فبقاش عندها مشكلة في حتة المفصل. صحيح. طيب. عشان كده دخلنا بالمكمل لغسائي التالب بتاعنا. وبعتبره هو من أهم المكملات اللي حم نقدمها. لأنه هو بيقم المشكلة كبيرة. وهو الجوينت بيكس. هو النهاردة نازل أصلا. يحل مشكلة المفاصل والأربطة والغضريف. وزي ما موجود عند الشاشة عندنا هو. ودائما الجوينت بيكس دائما بنقول أنه هو عبارة عن خمس حاجات. وبيعمل خمس حاجات. كويس. عبارة عن كلوكوزامين والكندروتون والهيروك أسد. على فكرة الثلاث مكونات دول الجسم أصلا بينتجهم. كويس. عشان يحافظ. بلس بقى كويسة بقى أو بلس بقى؟ هو المفروض. هو مدام أنت ما بتشتقيش بقى الجسم اللي بينتجه. كويس. هو بيعمل لك حتة ريبيرين. مناسب لحتة الاربط والغضريف. ولكن بقى مع الست الحامل. لما هتبقى حامل. أو من العادات الغذائية الخاطئة. فتبتدي الجسم اللي بينتجه. ما بيكفيش. إنه هو إزاي يساعد على. حاليك بصتر رسم الفيديو اللي عندنا ده. أنا أجد على فكرة ده إنسان ده مش ست حامل. فمالك بات خلاله هو ست حامل. اللي بيحصل. بيحصل عندي انتهاب في الأوطار. أو الاربطة. اللي الاربطة هي اللي بتربط العدم ببعضه. واتفاء إن العدم ده في بينهم غضريف. الغضريف بتعمل كمخدات. بتعمل احتجاك العدم ببعضه. فتبتدي الغضريف اللي يحصل فيها. تتأكل. وقبل غضريف ما تتأكل السائل. اللي هو الهيرونيك أسد ده بيقل. أيوة. فتبتدي الغضريف تتأكل. نخش في مرحلة خشونة الرجبة. وخشونة الرجبة دي مقدمة لتغير مفصل. نوصل إلى محاولة تغير مفصلة. تغير مفصلة في عملية مكلفة جدا. وفي الغالب. ورهيقر صاحبها يا دكتور. يعني مش حالة سهلة. نرجع تاني للجوانتي بيكس. تفاقنا اللي هو عبارة انكلوكوزامين. والكوندروتول والهيرونيك أسد. ودول قريدي الجسم بمنتك هذه المواد. عشان يحافظ على صحة الأربطة والغضريف. على فكرة هيرونيك أسد ده اللي هو السائل الموجود ما من الغضريف. اللي هو أصلا فيه ناس بتروح تعمل له حقن. لأنا بدهولك هنا في صورة جوانتي بيكس. كحاجة وقائية أو في بعض الأحيان حاجة علاقية. وبقيق من حملية الحقن. أنك تروح تحين. نجبه هل جوانتي بيكس اكتفى بذلك؟ قالك لا. ببناء أنا بكلم لك على مكمل غزايا. أنا حاططت لك فيه حاجتين كمان. حاططت لك فيه مستخلص الأدناس اللي هو البرومالين. في بعض الناس. وحتى السيدات اللي حاولين بيشتكي من تورم في منطقة المفصل. آه طبعا. فهو البرومالين هنا مستخلص الناس بيعمل إيه؟ مضاد للتورم. كويس. يعني اللي بياخد جوانتي بيكس هيلاقي أن التورم في منطقة المفصل بيقل. طب ده هاي طب. آخر حاجة موجودة في الجوانتي بيكس اللي هو مستخلص الزنجبيل أو الجنجر. ده الزنجبيل هو مسكل الألم. وبيحس من كفاءة الدورة الدموية في منطقة المفصل. عشان كده هو طبعا. يعني السيدات اللي بتبقى حامل في الشتاء. بيبقى الحامل بالنسبة لها أصعب من الصفحة على فاكرة. لأن هتلاقي عندها ألام العظم بيزيده ألام المفصل. صحيح. لأن اتفاقنا. هتظهر أكتر. احتراجة حالة تتجاو الجسم مختلفة. أيوة. فعشان كده أنا في الجوانتي بيكس لما حطيت لك الجنجر. عشان أحلي لك عزيز المشكلة. أن أنا بحس من كفاءة الدورة الدموية في منطقة المفصل. يبقى هو عبارة عن خمس حاجات وخمال العمل. خمس حاجات. جدد الأربط والغضريف. سهولة الحركة النتيجة لوجود الهيرونيك أسيد. طمام. الحاجة بيتخفيف ورم المفصل عن طريق البرومالين. بناء عظام قوية بيخفف الألام عن طريق مستخلص الزنجبيل. طمام. والجوانتي بيكس هنا لما نجي نتكلم على الجرعة. لو بناخد جرعة وقائية باخد أرس واحد. ليه أرس واحد؟ لأن اتفاقنا في المقدمة بنقول إيه؟ بنقول إنه فيه الكلوكوزامين والكندروتون. الكلوكوزامين التركيز في جوانتي بيكس 500. والمفهود احتياجات الجسم في اليوم 1500. أيه. احتياجات الجسم في اليوم 1500. فأنا أعطيتك ال500 عشان أدهولك حاجة وقائية. لو حاجة علاجية بيديك أرسين مع بعض. يعني بيديك ألف كلوكوزامين. وبخلي الجسم ينتج ال500 عشان كده اتفاقنا. إن أنا لو بديك الجوانتي بيكس قوي قائي. وأنا من رأس الوقائية. أحسن. وليست العلاجية. أيه عشان ما نتطرش لده. بعد العشاء بالليل. كويس. لو أنا بتيت أشتكي طقطة في الرجبة. بمشي بحس بألم في الرجبة. بألم في الحود. بأخد أرسين مع بعض بعد العشاء. ده لو علاجية دكتور. ده لو علاجية. تمام. بعد ذلك نحن نتكلم عن ست الحامل. أنا مش عايز أوصل للمرخلة إن الست الحامل يمع عندها مشكلة. عشان كده احنا اتفاقنا. إن مجرد البنت ما تقدر تبلع. تأخذ أرس واحد جوانتي بيكس. عشان يحافظ على صحة الأربطة والغضريف عندها. هاي. طيب. حاجبا قولنا هنبدأ ناخد. يعني نبدأ كده الجرعة. قد إيه. وعلى مدار اليوم بعد إيه. خلينا بس نتكلم. لو نتكلم عن ست الحامل. بعد الرجوع للطبيب. هو الدكتور بيكتب لها كالسام. فهي بتقوله والله فيه كذا. والفيتامين دال. إنما إحنا هنا بنتكلم كوقائي. كوقائي يعني إيه؟ يعني أنا مش عايزة تعانم من المشكلة. طيب. لو أنا بعانم من المشكلة بس مش حامل. ده اللي إحنا بنتكلم فيه بقى. بناخد أرس فيتامين دال. بعد الفطار. أيو. كوقائي. كعلاجي. بأخد أرسين مع بعض. بأخد أرس ستزيت بيكس بعد الغداء. وبيأخد أرسين جونت بيكس. لو أنا بشتك من ألام المفاصل. لو أنا مش بشتك من ألام المفاصل. بأخد أرس واحد كحاجة وقائية. طبعا هو بيجي على رأس الكورسي بتاعنا. اللي هو القلب مالتيفيت. طبعا. وعلى فترة القلب مالتيفيت. من ضمن المشاكل اللي بنعنيها مع السيدات. اللي هو الفوليك أسد. عشان كده بياخدوه كبروتوكول. ده بيبقى في أول ثلاث شهور. وفي ناس تاخدوه من قبل كمان. أيوة أيوة. ما حنا اتفقنا. إحنا هنا بديتكلم كوقائي. أيوة صح. تمام. فهو من ضمن مكونات. إيه ما مفيدة عندي الفوليك أسد. عندي فيه كالسام. وعندي فيه مجموعة فيتامين بي كلها. هي البصورة. مجموعة فيتامين بي دي. خلي بالك السيدات بقى عايز تتحافظ على بشرتها. طبعا. لأ وأصلا أنا أخده طابلت يا دكتور. أرس من غير ما احتاج حقا. هو فيه كل مجموعة فيتامين بي. طبعا ممتاز. فيتامينتهم عدن اللي جسم بيحتاجها. أيوة. فيه فيتامين سي. هاي. ومنسبة كبيرة 500 مالي جرام. حلو. وكمان هو هنا بيشتغل. بمنحنا في فصل الشتاء. بيشتغل بيرفع من كفاية جهاز المناعة. وفيه الزينك برضو بيرفع كفاية جهاز المناعة. وآخر حاجة موجودة فيه اللي هو الكبر اللي هو النحاس. اللي هو بيحاسم كفاية الغضة الضرقية. وكمان بيقلل من أعراض مظاهر الشيخ خوخة. طب ده هاي الجرام. ده الكرسي بتاعنا. طب قولينا بقى طريقة ناخده ازاي دكتور. حلوة. الكرسي بتاعنا بفتر الصبح. أيوة. بأخذ أرس قلب المنطفيت مع أرس فيتابكس. كويس. بأخذ بعد الغداء أرس فيتابكس. وبعد العشاء جوانتابكس. ده لو ايه؟ وقاء. وقاء برافو عليك. أنا مركزة مع حضرتك. ما تخافش يا دكتور. على فكرة هو دي الرسالة. أيوة. أنا مركزة مع حضرتك. طبعا. لو احنا بناخد بقى كعلاجي. بأخذ قلب المنطفيت مع قرسين فيتابكس. لو أنا عندي أعراض نقص بيطة من دال. كويس. بأخذ بعد الغداء قرس واحد زيت زيت بكس. كويس. وبعد العشاء بأخذ اثنين جوانتابكس. ده الكرسي تاعنا. ده بيقدروا يعرفوه من خلال الأرقام. ومن خلال التواصل مع فريق الطبي. هو اللي بيحدد بقى الحالة على حسب هو بيقوله. فريق طبي. يعني حاك لما بتتصل على أرقام التلفنت اللي ظهرت على الشاشة دلوقتي. أي. انت بيبتدوا يسألك شوية أسئلة عشان يحددوا معاك. ايه اللي انت هتاخد من الكورس. ايه. وهتاخد جرعة قد ايه. كويس. ومش كده وبس بتعملك فايل. وبتم معاك متابعة دورية. صحيح. يعني كل أسبوع أو كل أسبوعين بيتم التواصل معاك. الدنيا ماشي معاك. هل الأعلام بتادي تقل؟ هل الأعلام بتادي تشتقل؟ ده لو بنتكلم كعلاك. كويس. وبين احنا كمان بنتكلم على أولاين أو بنتكلم على تليفونات. هو الكورس موجود في بعض المسجفات الكبرى الموجودة اللي موجودة في القهارة والجيزة. واسكندرية. لقد ده لال على ايه؟ ثقة كبيرة. ثقة في الكورس ونهوه بيجرب. وده الهدف الأساسي من الحلقة بتاعتنا أن إحنا إزاي هو إحنا نحل المشكلة بقى. إحنا بنمنع مشكلة. بنمنع مشكلة. أي اللي هي الوقائي. دي حاجة هاي لأ دكتور. والله إن حاجة للعظم من غير ما أما نحتاج لحقن ولا نعمل عمليات ونروح لدكتور. إن إحنا نخلي بالنا من الجزئية دي ونبدأ بقى يبقى إيه نحافظ بيها على اللي جاي. أنا أقولك على أكتر حاجة قابلتها للتالة أربعة تيام اللي فاتوا وانا كنت مسافر. أنا أقولك إن أكتر حاجة تسألت عليها هو الجوانت بيكس فأمالك بقى بالمدن يعني زكادت في الأرية بقت الموضوه ده منتشر والناس كلها بتسأل الجوانت بيكس على الجوانت بيكس فأمالك بقى بالمدن عايزة أقولي إن الموضوع منتشر. أيوة طبعا يا دكتور حتى بين الأطفال البنات اللي بقى صغيرين الأعمار الصغيرة لسه ما هو حريك أنا هو اللي حيك ليه بقى بس حيك أصير طنوطة مهمة جدا. المرحلة الابتدائية أيوة شوف الشانطة اللي بيشلوها ما كل ده بيحمل على المفاصل والأربطة والأضريف وبيطلعوا دورين تلاتة. عشان كده بنقول مجرد ما تبلع اديها الجوانت بيكس كحاجة وقائية. كويس هاي اللي يا دكتور والله أنا طبعا يعني بقى سعيدة بوجود حضرتك واسمحني هيبقى فيه أسئلة معنا لو فيه حد من أصدقائنا بعتلي عشان إيه بجمعها على الصفحة أو من خلال طبعا صفحيتك. أنا عارفة أن أنتوا يعني في الجزئية دي الحياة بتردوا على كله بس بالنسبة لي أنا عشان يهمني أنه أصدقائي اللي بيبعتوا لي أجاوبهم يعني. طبعا بشكر حضرتك بجد واسمحولي طبعا أشكر ديفي اللي شرفني ونورني دكتور علاء الدين أحمد المستشار العالمي لشركة بيكس فارما نورتنا وشرفتنا يا دكتور. واسمحولي طبعا أشكر حضرتك لحصن المتابعة كل مشاهدين الكرام من خلال شاشة قناة الأهلي تحية وحب وتقدير لحضرتك وأتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوفكم من هنا الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وصلاة عليكم.